اعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي اهلا وسهلا بكم مع موضوع جديد من موضوعات مادة الرياضيات تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم بعد ما درسنا مع بعض العمليات على الاعداد والكسور العشرية والكسور الاعتيادية النهاردة هننتقل مع بعض لي موضوع جديد في وحدة جديدة اللي هي الوحدة التانية هنتكلم فيها عن المجموعات هنعرف من خلال الدروس اللي هنتناولها النهاردة ايه هي المجموعة وازاي نعبر عنها والانتماء للمجموعة يعني ايه خلونا في البداية كده نستعرض مع بعض ايه هي العناصر اللي هنتكلم فيها النهاردة هنتكلم على ماذا تعني المجموعة والتعبير عنها وازاي بنقول انتماء عنصر لمجموعة كل مفردة من دول هنشرحها مع بعض بالتفصيل يلا بينا كده زي ما تعودنا بيكون معانا دايما الورقة والقلم ونبدأ ان احنا بنسجل الامثلة ونبدأ نتجاوب مع بعض خليني في الاول كده اسألك ايه هي ايام الاسبوع تعالوا لو اخدنا المثال ده وشوفنا ايه هي ايام الاسبوع طبعا هتقول لي ما انا عارفهم السبت والحد والاتنين والتلات والاربع والخميس والجمعة دي كده جمعتهم حاجة واحدة اللي هي مجموعة الايام اللي موجودة في الايه في الاسبوع طب نأكد على المثال دوت بمثال كمان كده لو انا جيت قلتلك ايه هي حروف كلمة حسام بتتكون من حروف ايه الكلمة دي هتقول لي بتتكون من حرف الح وحرف السين والالف والمين يبقى كده مجموعة الحروف دي كونتلي الكلمة دي تمام؟ طيب لو انا جيت سألتك الارقام اللي بتكون منها العدد ده سبعمية وخمستاشر الف تلتمية ستة وعشرين هتقول لي بيتكون من الستة والاتنين والتلاتة والخمسة والواحد والسبعة طيب يعني العدد اللي عندي بتكون من مجموعة من الارقام طيب خلينا نشوف كده مع بعض ايه اللي احنا نقصده ان كل التجمعات اللي انا سألتكم عنها من ايام الاسبوع او حروف الكلمة او الارقام اللي بتكون منها العدد دي بنسميها مجموعة فقدر اقول ان هي مجموعة ايام الاسبوع مجموعة حروف كلمة حسام مجموعة ارقام العدد ده طيب من كده نقدر نستشف او نوصل لي معنى كلمة مجموعة انت حاسس ان معنى كلمة مجموعة هي ايه؟ هي تجمع لاشياء معروفة ومتحددة تحديدا تاما يعني كلنا عارفين ايام الاسبوع ما بيختلفش عليها حد عارفين حروف كلمة حسام الحا والسين والالف والميم مش هتختلف من حد للتاني فهي محددة تحديد تام ومعروف مش بس كده ده في صفة مميزة مشتركة ما بينهم ان دول مجموعة حروف دول مجموعة ايام اللي هما السبت والحد والاتنين والتلات دول كده مجموعة ايام طب الارقام نفس الكلام برضو انا بحددت عدد معين وطلبت ايه هي الخنات او الارقام اللي بيتكون منها فبالتالي انا محددها تحديدا تاما وفي صفة مشتركة ما بينهم الصفة المشتركة تكون ان هما ارقام ان هما ايام ان هما شهور ايا كانت الصفة المشتركة ما بينهم يبقى بالتالي التعريف بتاعنا بتاع المجموعة هو تجمع من الاشياء المعروفة والمحددة تحديدا تاما بحيث ما بيختلفش عليها حد ما بتتغيرش من حد للتاني وكمان في صفة مميزة مشتركة ما بينهم خلونا طيب نعرف ايه هي الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها يعني لما انا جيت قلت ايه هي ايام الاسبوع فقلت لي السبت والحد والاتنين والتلات والاربع والخميس والجمعة دول بنسميهم عناصر المجموعة يبقى ايام الاسبوع دي المجموعة والعناصر بتاعة المجموعة هي الايام اللي احنا تكلمنا عنها طب مثال كمان عشان نوضح الفكرة ايه هي مجموعة حروف كلمة مجدي هنلاقي ان هي ايه ميم وجيم ودال ويه دول كده الاربع عناصر دول كده كل واحد فيهم بسميه عنصر يبقى انا عندي المجموعة هي كلمة مجدي طب ايه هي العناصر بتاعتها الميم والجيم والدال وليه طيب خلي بالك من حاجة دلوقتي في حاجات بتتغير من حد للتاني يعني مثلا اجي اقولك ايه هي مجموعة القصص الجميلة انت بالنسبالك في مجموعة معينة من القصص بتعتبرها ان دي قصص جميلة في غيرك لأ شايف ان في حاجات افضل منها زي بالضبط الورود زي المثال اللي عندنا ده الظهور الجميلة في حديقة مدرستك ليه ما بتكونش مجموعة عشان كل واحد زوقه مختلف عن التاني ما هيش محددة تحديدا تاما وما فيش حاجة مميزة لها يعني واحد بيحب الفل فهيشوف ان هو ده احسن حاجة واحد بيحب الياسمين هيشوف هو ده احسن حاجة فبالتالي لا يمكن ان احنا نحددها في صورة مجموعة طيب تعالوا كده نشوف ايه هي الامثلة اللي عندنا اللي احنا اجينا اتكلمنا على اشارات المرور ايه هي الوان اشارة المرور اللي موجودة عندنا هتلاقي عندك الاحمر والاصفر والاخضر هل بتختلف من حد للتاني لا الاشارة ثابتة موجودة عندنا فبسمي الاحمر والاصفر والاخضر هم دول عناصر مجموعة الوان اشارة المرور يبقى مجموعة الوان اشارة المرور دي المجموعة بتاعتنا طيب العناصر بتاعتها هي ايه الاحمر والاصفر والاخضر طيب لو انا جيت اتكلمت عن حروف كلمة مثلا زي كلمة تعليم اللي موجودة عندنا ايه هي الحروف اللي بتكون منها او لو انا اتكلمت بقى بالمفردات بتاعتنا اللي احنا هنستعملها على طول على مدار الوحدة هنقول ايه هي عناصر مجموعة كلمة تعليم ايه هي العناصر بتاعتها هلقى الت والعين واللام واليه والميم دول كده خمس عناصر بتتكون منهم طيب لو انت بصيت على التليفون عندك لو انا جيت سألتك ايه هي مجموعة الارقام اللي موجودة على ازرار الموبايل او ازرار التليفون اللي موجودة عندك عايز الارقام بس هتقول لي ايه الصفر والواحد والاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة هي دية العناصر اللي بيتكون منها الارقام اللي موجودة على ازرار التليفون يبقى انا لو عندي مجموعة الحاجات اللي بتتكون منها المجموعة بسميها عناصر كل واحد على حدة بسميه عنصر من عناصر المجموعة طيب لو انا جيت سألتكو كده مين اشتر حد هيقول لي دلوقتي ايه هي مجموعة شهور السنة الميلادية هنلاقي بتتكون من كم عنصر برافو عليك اتناشر عنصر طب هما ايه يلا نقولهم مع بعض كده يبقى عناصر مجموعة شهور السنة الميلادية هي يناير وفبراير ومارس وابريل ومايو ويونيو ويوليو واغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر كل شهر من دول بنسميه عنصر من عناصر المجموعة وكل العناصر دي بتكون لي مجموعة شهور السنة الميلادية وبالتالي فانا حددت المجموعة بتاعتي اللي هي السنة الميلادية وبسألك على العناصر بتاعتها فانت بتقول لي ايه هي العناصر بتاعتنا كده مع بعض بدأ يوضح المفهوم بتاع ايه هي المجموعة طيب لو قال لي عايزين نحدد مجموعة من الامثلة كده ونشوف المجموعة بتاعتنا ونشوف العناصر بتاعتنا وراء وقلم ويلا نكتب مع بعض المثال ده ايه هي مجموعة الاتجاهات الاساسية لو انا عايز الاتجاهات الاساسية ايه هي مجموعة الاتجاهات الاساسية فهلاقي عندي الشرق والغرب والشمال والجنوب دي الاتجاهات الأساسية اللي موجودة عندي طب مثال كمان لو أنا جيت سألت على مجموعة الأرقام اللي بيتكون منها العدد 1029 إيه هي عناصر اللي بيتكون منها مجموعة الأرقام بتاعة العدد 1029 هتبدأ إنك تكتب التسعة والاتنين والصفر والواحد يبقى عناصر المجموعة زي ما احنا شايفين تسعة واثنين وصفر وواحد تعالوا طيب نسأل فيه المفاهيم اللي احنا درسناها قبل كده إيه هي مجموعة الأعداد الزوجية اللي ما بين الصفر والتسعة لما يسألك عن الحاجة اللي موجودة ما بين حاجتين انت بتجيب الحاجة دي بس اللي ما بين الرقامين دول لابتذكر الرقم الأولاني ولا الرقم الأخراني فبنبدأ إن احنا نقول إيه هي العناصر الأعداد الزوجية اللي موجودة أو مجموعة الأعداد الزوجية اللي موجودة ما بين الصفر والتسعة هنلاقي الاثنين والأربعة والستة والتمانية ما ذكرتش الصفر معهم لأنه هو سألني على اللي ما بين الصفر والتسعة فنخلي بالنا من حاجة زي كده طب لو سألني على الأعداد الفردية الأقل من عشرة يبقى أنا هقول مين؟ طبعاً هقول الواحد والتلاتة والخمسة والسبعة والتسعة يبقى دية الأعداد الفردية اللي أقل من العدد عشرة طيب تعالوا ناخد مثال ونفهم مع بعض هل دي مجموعة ولا لا لو بصينا على الجدول كده السؤال بيقول لي حدد أي مما يلي يعتبر مجموعة وأيها ليست مجموعة ونشوف إيه السبب طبعاً عندي أول مثال بيقول لي حروف كلمة مصر هل هي محددة تحديداً تاماً؟ أيوة الميم والصاد والره هل بيختلف عليها حد؟ لأ طب في صفة مميزة مشتركة بينهم؟ آه كلهم حروف فبالتالي دي بتكون مجموعة طب ناخد اللي بعدها المثال اللي بعده القصص الجميلة زي ما كنا لسه قيلين من شوية أن انت بالنسبة لك القصص المثلاً اللي بتعبر عن الرعب دي كده القصص الجميلة واحد تاني لأ شايف إن الأكشن هو دوت القصص الجميلة فبتختلف من حد للتاني فينفعش نحددها تحديداً تاماً فبالتالي بنقول عليها ليست مجموعة طيب شهور السنة الهجرية عارفين هم الاثناشر شهر محرم وصفر وربيع أول وربيع آخر إلى آخره طب هل دي محددة تحديداً تاماً؟ طبعاً هل في أي صفة مميزة بينهم؟ طبعاً هم كلهم شهور فبالتالي تكون شهور السنة الهجرية بتعبر عن مجموعة طيب الحروف الهجائية لللغة العربية إحنا عارفينهم الألف والبيه والتيه والسيه إلى آخره لغاية اليه طيب هل دي محددة تحديداً تاماً؟ طبعاً كلهم حروف فبالتالي دي بتعبر عن مجموعة تعالوا ناخد اللي بعد كده الطلبة الأسكياء هل دي محددة تحديداً تاماً؟ لأ ليه لأنها بتعبر عن صفة شخصية سمات شخصية فبالتالي تختلف من حد للتاني وعلى حسب كمان الحاجة اللي احنا بنقسها فبالتالي أنا ما عنديش معيار لفكرة الأسكياء فممكن يكون الطلبة الأسكياء في مادة ومادة تانية لأ فبالتالي ما أقدرش إن أنا أحدد صفة معينة ليهم أو أحدد تحديد تام للصفة دي فبالتالي هي ليست مجموعة طيب الألعاب الجميلة لو جي سألني على الألعاب الجميلة فأنا هلاقي إن الألعاب الجميلة بالنسبة لك بالنسبة لغيرك مختلفة فبالتالي لا يمكن تحديدها تحديداً تاماً فهي ليست مجموعة طيب مجموعة الأعداد التي تقبل القسمة على سبعة أنا دلوقتي حددت أنا أعايز الأعداد اللي بتقبل القسمة على سبعة فبالتالي ألاقي السبعة والأربعة عشر الواحد وعشرين فبالتالي هي مجموعة لأن أنا قادر أحددها تحديداً تاماً وكمان إيه؟ في صفة مشتركة ما بينهم تعالوا نشوف إزاي بنعبر عن المجموعة يبا إحنا دلوقتي عارفنا إن المجموعة هي تجمع من الصفات أو تجمع من الأشياء اللي بيكون ما بينها محددة تحديداً تاماً نقولها صفة مشتركة إزاي بعبر عن المجموعة؟ إحنا بنعبر عن المجموعات بطريقتين الطريقة الأولانية اسمها السرد إيه طريقة السرد؟ إن أنا بكتب العناصر ما بين قوسين اللي هم قوسي المجموعة إزاي يعني؟ بتتكتب جوة قوسين بالشكل ده برسم القوسين زي ما احنا شايفينهم كده طيب وبحط ما بين كل عنصر والتاني فصلة يبقى إحنا دلوقتي بنكتب كل العناصر اللي موجودة اللي أنا بسألك عنها وبنحط فصلة ما بين كل عنصر والتاني طيب وكمان بنعبر عن المجموعة بحروف كبيرة يعني مكتوبة بشكل كبير حروف الهجائية الكبيرة نكتب سين بشكل كبير صاد وعين زي ما احنا شايفين كده معنا يبقى أنا دلوقتي طريقة السرد بتصرف فيها ازاي؟ هو بيسألني على عناصر المجموعة فبيقول لي مثلا قول لي أيام الأسبوع فأنا بكتب لو هي سين سين بتساوي مجموعة أيام الأسبوع فأنا بكتب سين وزي ما هنشوف في الأمثلة اللي جاية فبكتب السبت واخد فصلة الحد واخد فصلة اللي اثنين واخد فصلة وهكذا وطبعا بحطهم ما بين القوسين تعالوا نشوف مثال مع بعض اكتب عناصر المجموعة سين حيث سين هي مجموعة حروف كلمة أحمد فأنا هعمل إيه؟ هروح كاتب المجموعة بتاعتي اللي هي سين واكتب يساوي وافتح القوس بتاع المجموعة خد بالك من شكل القوس بتاع المجموعة ونتدرب عليه كل شوية عشان خاطر إيدينا تاخد عليه هنكتب الحروف اللي بتتكون منها كلمة أحمد فألاقي ألف وناخد فصلة ح وناخد فصلة ميم وناخد فصلة وقادي الدال ونقفل القوس بتاعنا نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا في طريقة السرد دي من أهم النقاط اللي موجودة في طريقة السرد عشان خاطر ما نتلخبطش فيها أبدا طب إيه هي الموضوع ده؟ إن احنا الترتيب مش مهم يعني لو أنت كتبت حد اثنين سبت جمعة خميس مش مهم عندي الترتيب خالص يبقى أنا ما بهتمش بالترتيب لو أنت كتبتها بالترتيب أفضل ولكن مش هو ده الأساسي يبقى طريقة السرد مش مهم معايا الترتيب ترتيب العناصر ممكن تكتب حروف كلمة أحمد الحاه الأول وبعد كده ألف وبعد كده الميم وبعد كده الدال ما عندناش فيها أي مشكلة خالص ولكن خد بالك أن أهم حاجة ما يتكررش عنصر يعني مثلا أنا عندي زي كلمة مثلا سوسا هتلاقي أن السين والواو والسين تاني فأنا ما ينفعش أكرر في المجموعة حرف أو أكرر عنصر مرتين فبالتالي من أهم النقاط اللي موجودة عندي في طريقة السرد أولا الترتيب مش ضروري عندي ممكن أني هنكتب العناصر بأي وضعية ولكن أهم حاجة ما تكررش العنصر مرتين في المجموعة تعالوا ناخد الطريقة التانية وبعد كده نحل على الطرقتين مع بعض طريقة الصفة المميزة وهي إيه؟ إن أنا بوجد صفة مميزة بتجمع العناصر دي مع بعضها يعني أنا بدي لك مجموعة من العناصر وإنت تشوف إيه هي الحاجة المشتركة ما بينهم أو إيه القاسم المشترك اللي أقدر إن أنا أحطهم تحتيها تعالوا نشوف كده مثلا مثال المجموعة كاف ولام وألف وميم أنا بدي لك مجموعة من الحروف وبقول لك قل لي عبر عنها بطريقة الصفة المميزة فممكن واحد يقول إن الحروف دي هي مجموعة حروف كلمة كلام واحد تاني يشوفها كمال واحد تاني يشوفها ملاك واحد تاني يشوفها كامل كل دي حلول بتجمع نفس الحروف فكلها حلول صح ولكن إنت عارف تتلاقي صفة مشتركة أو حاجة مشتركة جمعت كل الحروف اللي عندك دي فبالتالي إن إحنا نقدر نكتبها بالشكل ده دي اللي إحنا بنكتب بيها طريقة الصفة المميزة سين حيسو نقطتين فوق بعض دي معناها حيسو سين حرف من حروف كلمة كلام وهكذا تعالوا نشوف كده مثال ونقول إزاي نعبر عنها بطريقة السرد أو طريقة الصفة المميزة وإزاي هنشوف الأمثلة دي صاد دين مجموعة فيها مجموعة من العناصر صاد الشتاء والصيف والربيع والخريف فهعبر عنها إيه الشتاء والصيف والربيع والخريف دول بيعبروا عن إيه بالزبط كده يبقى صاد هعبر عنها زي بطريقة الصفة المميزة هقول صاد بتساوي مجموعة فصول السنة وفصول السنة اللي إحنا عارفينهم اللي هما الشتاء والصيف والربيع والخريف طب مثال كمان سين بتساوي اتنين واربعة وستة وتمانية طب أنا شايف دول إيه واحد هيجي يقول إن هي مجموعة الأرقام اللي بتكون العدد 8642 أيا كان الرقم اللي انت هتكتبه يكون بيحتوي كل الأرقام دي أو ممكن واحد تاني يفكر ويقول لا أنا هعبر عنها وأقول سين بتساوي مجموعة الأعداد الزوجية ما بين الصف والعشرة مظبوط جدا كلامك يبقى أنت تقدر تعبر في طريقة الصفة المميزة أهم حاجة تشمل جميع العناصر وتكون بتعبر عن كل العناصر اللي موجودة يعني ما جيش أقول مثلا مجموعة الأعداد الزوجية ما بين الصف والخمسة طب الستة والتمانية مش هلاقيهم موجودين يبقى وانا بعبر عن المجموعة أنا عارف أنا هقف لغاية فين طب واحدة كمان كده أو مثال كمان بيقول لام بتساوي خمسة أنت ممكن تعبر عنها وتقول مجموعة الأعداد اللي بتكون مجموعة الأرقام اللي بتكون العدد خمسة وخمسين طب واحدة هيجي يقول لي طب ما هي خمسة واحدة بس لسا احنا قيلين من شوية أن في المجموعة ما ينفعش ما بين القسين أن أنا أكرر رقم طيب المثال اللي بعده مين بتساوي ثلاثة وستة وتسعة واثناشر وخمستاشر لو أنا عايز أعبر عنها بطريقة الصفة المميزة هعمل إيه؟ هقول والله ممكن دي تعبر لي عن مجموعة مضاعفات العدد ثلاثة بس لغاية فين؟ لغاية الأقل من تمنتاشر يبقى احنا وقفنا لغاية خمستاشر وبنقول لأقل من تمنتاشر طيب ناخد مثال كمان كده بيقول لي عبر عن المجموعات الآتية مرة بطريقة السرد أو بطريقة الصفة المميزة تعالوا نشوف كده مع بعض الجدول بتاعنا بيقول طريقة السرد عندي وهو طالبها بطريقة الصفة المميزة بيقول سيم هي مجموعة الحروف ميم وره ويه طب دي بتعبر عن إيه؟ ممكن واحد يقول كحل من الحلول مجموعة الحروف المكونة لكلمة مريم هو شايف إن ديات كده ممكن تكون لكلمة مريم واحد تاني يقول لأ دي بتكون لكلمة مريم كلها حلول صحيحة طيب لام بتساوي واحد وثلاثة فازاي نعبر عنها بطريقة الصفة المميزة فهنقول إن لام بتساوي مجموعة الأرقام التي تكون العدد ألف مية تلاتة وتلاتين طب ميم بتساوي اتنين وتلاتة وخمسة وسبعة طب ديات ممكن أعبر عنها إزاي؟ مجموعة الأعداد الأولية اللي أقل من مين من عشرة طبعا خلينا نفتكر مع بعض كده مجموعة الأعداد الأولية اللي موجودة عندي هي بتكون ابتداء من الاتنين بنقول اتنين وتلاتة وخمسة وسبعة وإحداشر وطلاتاشر وهكذا إيه هي تعريف العدد الأولي أصلا؟ فهنلا إن هو العدد اللي ملوش عوامل غير الواحد ونفسه بيكون عبارة عن حاصل ضرب الواحد في نفسه زي الاتنين ما فيش حاجة بتجيبها غير واحد في اتنين طيب تعالوا نشوف كده التعبير على المجموعات بأشكال فين اتسمت فين نسبة للعالم جون فين هو اللي وضع فكرة أشكال فين وبنعبر عنها إزاي؟ بنعبر عنها إن احنا بنحط كل عنصر جوه شكل مقفول زي ما احنا هنشوف دلوقتي على الصبورة معانا إن أنا بعبر على العنصر وبحطه في الموقع بتاعه وبحط جنبيه إما نقطة إما علامة إكسل التعبير عن الموقع بتاع العنصر طيب بيكون شكل فين ده عبارة عن إيه؟ أي شكل هندسي مغلق أهم حاجة يكون مغلق يكون مسلس يكون دائرة يكون مستطيل يكون مربع أهم حاجة يكون شكل مقفول تعالوا كده لو جي طلب مني إن أنا هعبر عن سين بتساوي 2.35 باستخدام أشكال فين فممكن أستعمل أي صورة من الصور دي طيب تعالوا معانا كده نشوف إزاي نمثل المجموعات بأشكال فين زي ما احنا شايفين في المثال بتاعنا ده بيقول لي السين بتساوي 1 و 2 و 3 طب إزاي همثلها؟ فهلاقي إن السين بتساوي هعمل أي شكل من الأشكال اللي أنت تختارها وتبدأ إنك تحط عليها الأرقام بتاعتك أو العناصر بتاعتك زي ما احنا شايفين مثال كمان صد بتساوي ألف وبه وجي مودال إزاي هعبر عنها بأشكال فين هبدأ إن أنا برضو أحط الأرقام بتاعتي أو العناصر بتاعتي جوه شكل فين وزي ما احنا ملاحظين حطين نقطة جنب كل عنصر عشان خاطر نحدد الموقع بتاعه أو نحدد مكانه تعالوا مع بعض طيب نشوف مع بعض كده أمثلة على التمثيل لأشكال فين يلا بي وزي ما اتكلمنا على أشكال فين وزي إن هي بتساعدني عشان أمثل المجموعات تعالوا مع بعض نرسم مع بعض كده أشكال فين ونشوف إزاي هنعبر عن المجموعات بتاعتنا لو جيوا قال لي مثلاً مثل المجموعات الآتية باستخدام أشكال فين مثلاً بيقول لي المجموعة سين بتساوي 3 و 5 و 7 بيقول لي عايزين نمثل المجموعة دي باستخدام أشكال فين استعمل الشكل اللي رايحك أهم حاجة يكون مغلق فاحنا بنفضل أكتر إن حنستعمل الشكل البيضاوي أو الدائري حيث إن هو بيكون أسهل في الرسم ويكون بيوضح الفكرة على طول بنرسم الشكل بتاعنا وبنبدأ نكتب عليه اسم المجموعة يبقى اللي هيكتب هنا هي عناصر المجموعة سين اللي هو أي اللي عليه هبدأ هنا أكتب العناصر بتاعتي يأما أعمل X أو العلامة دي العلامة X أو إن أنا أحط نقطة فلو أنا حطيت نقطة أكتب جنبها العنصر الأول نقطة كمان العنصر الثاني نقطة كمان العنصر الثالث ويبقى أنا كده مثلت المجموعة بتاعتي باستخدام أشكال فين تعالوا إن إحنا نشوف مثال كمان لو جيوا قال لي مثلا صد بتساوي 6 و 8 و 9 و 2 عايز يمثلهم باستخدام أشكال فين هنعمل إيه؟ هنرسم أي شكل من الأشكال فين اللي بيرايحنا ونبدأ إن إحنا نعمل في الكلام بتاعنا لو استعملنا المرة دي الشكل المستطيل آدي الشكل بتاعنا هون هسمي شكل فين بتاعي باسم المجموعة اللي إحنا تكلمنا عليها آدي المجموعة صاد هنعبر جواي عن العلامات بتاعتنا آدي العنصر 6 آدي العنصر 8 آدي العنصر 9 وآدي العنصر 2 تحطها نقطة تحطها علامة X اللي 2 مقبولين ما فيهاش أي مشكلة أو تحطها نقطة طيب تعالوا مع بعض نشوف لو ما جبهليش بالشكل دوت ما جبهليش بطريقة السرد ما جبهليش بالشكل دوت وكتبها لي كده مثال مثلا عين تساوي مجموعة حروف كلمة باسم فهبدأ الأول إن أنا هكتب الحروف بتاعتي أو اللي بيعبر عنها المجموعة بتاعتي بطريقة السرد فهقول عين بتساوي حرف الإيه البي وهلاقي كمان واخد فصلة الألف وناخد فصلة السين وناخد فصلة وآدي المين طبعا ملاحظين إن ما فيهش ولا عنصر تكرر عندي طيب وبعدين إزاي نمثلها بأشكال فين بالشكل ده نرسم شكل من أشكال فين ونبدأ إن إحنا لازم نسمي المجموعة باسمها آدي عين ونبدأ إن إحنا نقول آدي البي وآدي الألف وآدي السين وآدي المين كده يبقى إحنا عرفنا إزاي بنمثل المجموعات بأشكال فين تعالوا مع بعض نشوف أمثلة تانية على الحل وتمثيل المجموعات بأشكال فين يلا بينا لو إداني مجموعة من الأشكال زي ما إحنا شايفين كده على تمثيل الأعداد أو تمثيل المجموعات بأشكال فين هنتعامل معها إزاي؟ داني شكل زي ده بيقولي المجموعة ألف فيها المسلس والدائرة والنجمة وعايز يمثلهم بأشكال فين يبقى أنا أقدر أستعمل أشكال فين فين أنا أمثل أي عناصر للمجموعة بتاعتك ما عندناش فيها أي مشكلة خالص حدد شكل فين وابدأ إن إنت اكتب اسم المجموعة وحط العناصر بتاعتك وما تنساش توضح المكان بتاعها طيب فيه عندنا شوية ملاحظات صغيرة وإحنا بنرسم أولا لو أنا بمثل مجموعتين لأشكال فين لو أنا عندي المجموعات مختلفة عن بعضها فأنا ببدأ إن أنا برسمهم بالشكل ده برسم المجموعة سين لوحدها وعناصر المجموعة صاد لوحدها لإن ما فيش أي حاجة مشتركة ما بينهم يعني لو لاحظتها لأ إن سين واحد واثنين وثلاثة وصاد أربعة وخمسة ما فيش أي عامل مشتركة ما بينهم أو عناصر مشتركة ما بينهم بمعنى صح فبالتالي برسمهم مجموعتين بعيد عن بعض أو شكلين منفصلين طب لو كان فيما بينهم أي قواسم مشتركة زي ما احنا شايتين كده عندي سين فيها واحد وصاد برضو فيها الرقم واحد فبالتالي إننا برسمهم دايرتين متقطعين داخلين على بعض وبحط العناصر المتشابهة في النص زي ما احنا شايفين كده يبقى لو هم مختلفين عن بعض برسمهم بعض عن بعض في أي حاجة مشتركة أو عناصر مشتركة فبحط العناصر المشتركة ديت في النص طب لو كان نفس العناصر اللي موجودة في المجموعة دي هي نفسها في المجموعة التانية فبتتمثل بالشكل دا زي ما احنا شايفين كده عندي سين بتساوي واحد واثنين وثلاثة وصاد بتساوي واحد واثنين لاحظت إن المجموعة صاد عناصرها كلها موجودة في قلب سين فممثلها بالشكل دا طيب لو احنا شفنا مثال زي كده فعندي مجموعة سين وعندي المجموعة صاد المجموعة سين فيها مجموعة الأرقام دي والعناصر دي والمجموعة صاد فيها مجموعة العناصر دي لو أنا عايز إن أنا أحدد العناصر بتاعت سين بمشي على الدايرة بتاعت سين وببدأ أشوف فين العناصر بتاعتها فهلاقي إن هي واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة صاد بتساوي واحد واربعة وستة وسبعة بتنفس الطريقة همشي على الدايرة بتاعت صاد وابدأ أشوف العناصر بتاعتها يبقى احنا كده النهاردة تعلمنا ايه هو مفهوم المجموعة ازاي بعبر عن المجموعة وايه هي اشكال فين باستخدام طبعا اشكال فين وازاي باستعمل اشكال فين اتمنى ان احنا نتمرن على اللي احنا شفناه النهاردة في الحلقة دي كتير عشان خاطر ايدينا تاخد على الطريقتين سواء كان طريقة السردة او طريقة الصفة المميزة وكمان ازاي بن نرسم اشكال فين وان شاء الله نتقابل في موضوع التاني اللي هو موضوع انتماء عنصر لمجموعة واشوفكم على خير وخالص تمنياتي بالنجاح والتوفيق والى اللقاء